ودلوقتي بعدنا مع موجز الثامنة صباحا مع دينا شرفة فضل إدينا شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمراري في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاورة المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين والقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي شاملت الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاول بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم التي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين كما تفقد الرئيس السيسي أعمال إنشاء محور حصاب الله كفراوي والمحاور المحيط به والذي يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادي مرورا بالطريق الدائري ومحور الشهيد ووصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائري وقام الرئيس السيسي بالاطمئناني من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل أعلنت وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتان أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن المساعدة تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا هذا وأوضح البنتاجون أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائل لمنظومة راجمات الصواريخ هاي مارس وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ هارم المضادة للإشاعات والرادارات ومركبات عسكرية ومعدات طبية وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالية المساعدات الأعسكرية الأمريكية لأوكرانيا لتصل إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطات أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي استمرار حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيضانات الشديدة التي ضربت مناطق من جنوب شرقي أستراليا هذا وأطلق مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات طارئة في تلك المناطق بعد أن أثرت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما على ثلاث ولايات واستمر سريرا للتحذيرات من الفيضانات في مناطق واسعة من ولايتي فيكتوريا وجنوب نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولايتي تسماعنيا بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب شرقي البلاد كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة تواجه انتشار ما لا يقل عن سبع سلالات مختلفة من متحاور أوميكرون على صلة بفيروس كورونا وذلك مع اقتراب فصل الشتاء وذكرت وسائل إعلام أمريكي أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تتوقع فيه مسؤول الصحة الأمريكيون موجة أخرى من العدوى من جانبها أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أوميكرون بدأ يفقد بعض الأهمية أمام سلالات الأخرى من الفيروس على الرغم من أنه لا يزال منتشرا في الولايات المتحدة سجلت أصين 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت لجنة الصحة الوطنية أن من بين حالات الإصابة 361 إصابة مصحوبة بأعراض و1000 وثلاث بلا أعراض وسجلت العاصمة الصينية بكين 14 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض هذا وبلغ عدد الإصابات الإجمالية في الصين 255,529 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بينما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226 حالة ورياضيا يلتقي نادي الأهلي مساء اليوم مع النادي الكويتي في نهاء البطولة العربية للأندية لكرة السلة الرابعة والثلاثين المقامة حاليا بالكويت كان نادي الأهلي قد تغلب على نادي كاظمة الكويتي في المباراة قبل النهائية مقابل 95-91 هذا وانطلقت البطولة العربية للأندية لكرة السلة في الرابع من شهر أكتوبر الحالي وضمت 16 ناديا عربيا من بينها فريق الأهلي والاتحاد السكندري الذي خرج من البطولة في دور الثمانية